اشتركوا في القناة ومع الأب بيتر حنة رح نتناول كيف إذا صننا منكون عم نكنز لقلمة كنز بالسماء أهلا وسهلا فيك أبونا حقيقة يعني كلمة قصوم تحمل كتير معاني ومننا بالسهل لأنه كمان بدأ إرادة قوية هالإرادة مستوحات من نعمة سموية خبرنا أول شي يسوع قال أنتم لستم من هذا العالم بينما نحن نسمع هالكلمة نبصد فيها أنه ميزنا بس ما بنعرف شو قيمتها حياتيا ومعيشيا كتير صعب منكون من هذا العالم في كلمات في كومبليمونات في غزل في إشياء حلوة بتدغضغ مشاعرنا وبتخلينا نسقط بخطايا كتير وما نترك هذا العالم في أملاك وفي تملك حتى عاطفة بخلينا نكون من هذا العالم كيف فينا نعمل هيدا التخلي؟ التخلي بدك أو شي تحدد أنت لوين تنتمي يا جور وانهوم بيبلش تمرين أنت بتعملوا كل يوم بترتب أولوياتك بدك ترتب أولوياتك وبدك شوف أنت وين بدك تغزي حالك أي جزء فيك بدك تغزي لك شو بيعملوا الناس هالإيام كل شي بيعملوا تيربطوا حالهم بالأرض أكتر تلاقيهم عندهم كل شي بس تلاقيهم مش بارتحين لأنك منك حر نعم تتذكر الشاب الغني اللي إجا سأل يسوع ماذا علي أن أعمل لأريك صحية قال له يسوع وصايا قال له حافظها كلها قال له يسوع برافو عليك أنا لهم دي وصلك أنك حافظ الوصايا كلها وليك في شيء أهم كتير قلبك بعده منه حر قلبك بعده مملوك ما عندك مصاري كتير وليك المصاري محل ما أنت تملكها هي ملكتك قالوا بيع كل شي عندك وزعوا للفؤرة هيدا العائق رفض الدحوة رفض بيقلنا لك هالجملة الحلوية هالآية بيقول فذهب وفي قلبه حزن كثير لأنه كان ذمال كثير نحن مثله على فكرة يعني مع أنه الرب حطلنا درس بالإنجيل وإنما نحن كثير منشبهه نحن مؤمنين وملتزمين وما منقف أبدا تقوس الكنيسة ومنعمل أعمال خير الحمد لله بس بالنتيجة فيه تعلقات أرضية ما عمنا عرف نطلع منا ما بعرف قديل صوم بيقدر يخدمنا نتمرن بهالخمسين يوم إنه نطلع منا جورج لك شو إذا ما حطيت براسك أنه أنا هلأ بتبلش ما حتبلش الصوم شو هو هو فترة محددة وكأنه أنا القرار المأخوض من قبل وبدفوت فيها شفت كيف فترة مخصصة لهيدا الشي لأنه إذا ترك لك الواحد عراسه هو يعيش فترة روحية ما حدا بيعيشها ولكن الكنيسة أرادت إنه نحنا مع بعضنا كلنا نعيش هيدا الاختبار روح شجع بعض كنا عم نقول بالحلقة الماضية إنه حتى حضرت لنا صلوات إطار كامل لتورجي لحتى تساعدنا روحيا شفت كيف فإذا هذا الصوم هيا الفترة اللي أنت بتحط براسك إنك تعمل هيدا التمرين هلأ إذا بديروح منتخب الفوتبول عنده مثلا شيء تصفيات أو كاس معين شو بيعملوا بيروحوا معسكر عندهم تمرين يومي بس بيروحوا معسكر لحتى يركزوا بهيد المعسكر عمكانياتهم عطاءاتهم تيحسنوها تيرفعوها تيتجهزوا أكتر الصوم شو هو الصوم هو المعسكر اللي أنا بفوت فيه لحتى بعدين اطلع منه مظبوط انتهى ولكن بطلع لمعارك الحياة بطلع جاهز فإذا الصوم ببلش بس ما بينتهي وجوز انتهى أنه أنا صوم على الأكل بس فايته راح تضل معي دايما نعم لازم حافظ على اللي بتمرنت عليهم بها الخمسين يوم كيف أنا بكون إذا صمت عن الرزائل صمت عن التعلقات صمت عن الطعام عم بكنز لقالي كنز بالسماء الكنز دايما هو الله الكنز هو الله كل شي بيفصلني عن هيدا الكنز عم يفصلني عن كنز الحقيقي رزائل وكتير قصة صغيرة خلينا نسميها الخطيئة والتعلق بكل شي أرضي بيفصلني عن الحرية اللي هي واحدة بتخولني تحتى أفهم انتمائي لهيدا الملكوت كيف بدك تقنع واحد أنه خيوقف أكل هلا ما أنت بتنتمي للسماء بكرة بس تموت تطلع بيقلك خيات تركني هلا عم يكنوا بصوت شو بداي فيه وفوق أنا هاي مزبوط مش سهلة مشان هيك الصوم هو أكبر شهادة نحنا بنعملها إنه الله موجود ملكوت الله حاضر فيه نمي رغبة الصوم فيه يعني فيه حب قبل الصوم هيك والناطروم تشوق له مع أنه هو جهاد حزار فيك شو فيك تعمل فيك تعترف بعطشك أنا مثلا خوري وبصلي وأديس كذا مرة بالجمعة وعيش كل شغلة بالكنيسة حتى بالتلفزيون وبيدال عندك عطش؟ مش بس بي عندي عطش عطشي عمي كلمة يعني مش مصدق بلش صومي مش مصدق فوت بهالنظام الروحي الرهيب حتى عن جد قول له الحياة وقفة مش متل ما بدك بيصير أنا كمان بدي بدي نقش الاشي بدي إيها الصوم محاربة؟ جهاد نسمينها جهاد روحي بس أنا بكون عم حارب اللي بيجزبني للأرض أو عم جاهد ضده أكيد إذا بدك تطلع على السطح شو بتعمل؟ في شي عم يجددك الجيزبية للأرض ما هيك؟ نعم كل ما تطلع الدرجة كل ما كانت شو أسعب كل ما نحنا قررنا نطلع بروحانيتنا عند ربنا في شي أكتر عم يشدنا للأرض كلمال هيك؟ ما تفكروا أنه هالجهاد سهل أبداً نسمع ترنيمة ومن تابع حديثنا إن نجي إبراهيل دهيشة من باتولياتك ترنيمة ومن تابع حديثنا أبداً أبداً موسيقى المحاربة تجيني بس من نفسي يعني أنا نفسي ضد نفسي نفسي بدا الرياحة وإنها تكون مكرمة زيادة عن الزوم وعم تاخد شبعها وملازاتها أما كمان من برّة يعني شيطانية متل ما صار مع الرب يسوع بالصحراء لكن جوج المعارك ممكن تكون من برّة ولكن لحتى أنا واجهة بدي أرجع لداخلي لجوة جواتي هو كل القصة شو في جواتي؟ يعني حتى لو كبر الإنسان جواتي حتى لو هال هالمستوى الروحي كان تمام جواتي حتوقف المعارك برّة حيبطل في تجربة بنهاية صوم يسوع بنهاية التجارب شو بيقين للإنجيلة؟ تركه إلى حين؟ رجع لك كلمال هيك المعارك برّة ولا مرّة حتنتهي ولكن جواتي هاي دا الاستعداد بدي يكون دايما حاضر مشان هيك ما في أنا يا أبونا وصلت لمرحلة روحية بحس إنه خلاص ما حدا بيوصل قبل العكس لحظة بيرجع بيصوم مش بس هيك بالعكس وقت الشيطان حيرجع لك حيرجع لك حيرجع لك أقوى طبعاً لأنه أنت صرت أقوى صار بدك دوز أكبر ليقدر عليك صرت أقوى أنت مية بالمية بكل تجربة بتتغلب علي أنت عم تصير أقوى ولحتى ضلني هيك بهيدا الاستعدادية مفترض ضلني عم بتسلح بكلمة الله من الإنجيل يعني عم بقرأها يومياً اكتار بيقولوا أنا ضعيف مني أو البنية يعني ما في صوم ممكن غيب عن الوعي أو شيء بينما حضرتك بتقول الصوم قوة الصوم قوي أكيد لأنه أنا أقوى من جسدي كما كنا عم نقول سيسوع على الجسد ضعيف أما الروح فقوي كتير مني لك أنا أول روح كن أول روح كن توقت الجسد يضعف لهاك هيدا المش قدران لأنه جاع مش قدران ما ييكل كمان بغير محلات إذا جسدوا بدو شيء ما هيقفوش وقالوا لأ مظبوط الشهوات مش بس شهوات البطن وشهوات الأكل ما أنا عن طريق هيدا الشهوات عن طريق طرويضة عم روّد كل جسدي ما ننسى أنه جسد كمان هو هو يطلب أوقات أشياء بتوجهني نحو الخطيئة مظبوطوا لأ صحيح نعم نسميها ملازات جسدية صحيح مش بس الملازات ما بتكون بس نفسية بالفكر أو شي كمال هاك هيدت كله تمرين حتى أنا وقت اللي أوقف قدام تجربة قول لأ نعم بعدين هذه فكرة كتير حلوة جورج أنه يعني هاديك نهارنا سألتلي سألتلي مدام أنه أبونا أنا بياخد دواء كل يوم الصباح طيب شو بدي أعمل ما بقدر ما آكل وحب يصوم قلت لأ أنه كل الحصة اللي بتكفيك تحتى تحميلك معك كرمال تاخد الدواء مظبوط؟ يعني بجوز أنا زباكل هلقد يعني ما تكتره مظبوط جور جوز زباكل عروس هلقد صبح فيني أخد معا حبة الدواء صح بس مش ضروري يقفروا شمال نايد صح أو قد بي هالحجة شبع شهوتين بيكون ثلاثة بنقيش مثلا بس لأنه اللي بدي أخد حبة الدواء ننتبه مش هم نضحك على ربنا هم ضحك على حالنا صح لازم يتلازم مع صومنا مثلا إماتات يعني شغلات بحبك انت أعملها سينما مسرح دهرات فيها صرف مصاري كتير يعني كون شبعا جد عم عيش التخلي ما عيش بأضواء الحياة بها الفترة بدنا نجرب نعيش السماء السماء كل حياتي بدها تصير سماء تصرفاتي القصص اللي بيحكيها لسانة بده يصوم فيه ناس بيقولوا بصوم لسانة بلا أكل ما فيها على أكل ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال لأنه طبيعي ما حدا بيصوم شي هادي الفتاوه جدوما يغذب جسده بالصوم هادي الفتاوه ما بيمشي حال ما بيمشي حالة صحيح إذا بلشت فتاوة ما بخلص يعني أبونا أنا ما بقدر وقف على الأكل بسانة أنا بحب الشوكولات أنا بحب الشوكولات أو الشيبس حوقف الشوكولات أو الشيبس هادا ما انو صوم على فكرة هادا بس تبريرات ما نتضحك حالنا نية بالمية ما نتضحك حالنا بتقول حضرتك كمان بكتاب ثلاث وصلسون فقط من ثوب الخطيئة. نعم. أخلع عني ثوب الخطيئة. حتى ألبس ثوب النعمة. تعرف العريبي اللي كتاب نؤدس دائما يرمز إلى حالة البعد عن الله. هذا محوّى أو هداك الزلم اللي عيش بين القبور وتسكنه والأرواح كان عاريا. دائما العري يرمز إلى حالة البعد عن الله، حالة العيش في الخطيئة، حالة فقدان النعمة. كمال هيك قبل ما بلّيش ذبّت هالتوب اللي أنا لابسه، نحنا كتير منها بتيبنا بنزبّطهم ومن كويهم ومن المزبوط بيستهتر شوية بنجيب غيرهم. صحيح. طب ماذا عم هذا التوب، التوب النعمة اللي روحي عم تلبسه، ثوب الله. يا إنسان فيه ثوب جويتك لازم كمان تهتم فيه، لازم كمان تغسله بالإعتراف، لازم كمان تكوي بالتوبة. هاد التوب بحاجة مننا لجهد، لحتى كمان من جوّة نكون متل ما الله بده إيانا. كيف بسمح لحياتي كلّا، هالحيات اللي الله عطانيها اللي هي القعمة كبيرة، إنه تكون بس حيات جسد، حيات أكل، حيات لبس. أنا أكبر من هاك. على التلفزيون بيقولوا لي، أنت وجّك، هونيك بيقولوا لي أنت صوتك، هونيك بيقولوا لي أنت تيابك، الله بيقول لي أنت أكبر من هاو كلّن. يعني شوّ لازم إلبس بدل ثوب الخطيئة؟ تلبس الله أنتو الذين بالمسيح يعتمدتم. تتمنتم المسيح قبل لبسهم. ديقلب سكي يسوع. نعم. ديقلب سكي يسوع شو يعني؟ يسوع ما أنه طوب إيه شو يعني؟ لا لا، هو طوب. نعم. أكيد هو ثوب البر. هو بدي شون يلبس يسوع؟ يعني بدي أول شيء إشبع من يسوع كل يوم من كلمته. إشبع منه ثقافة تصير كلّا، متل ثقافته. يعني بدي كلمة الله الموجودة بالكتاب المؤدّس أو بيجوز بوعظة كاهن أو بيجوز ببروغرام روحي. هاي بتتغلغل فيه وتصير هي ثقافة. هذا هو أنه أنا إشبع من يسوع. بدي أحكي كلامه، مش كلام الناس، مش كلام المثبات، مش كلام البلطعمة، ما بدي أحكي على غيره. هاد هي كمان. كلمة تكون بنائة، يسوع هو الكلمة. الله كلمنا بيسوع المسيح. كلمتي بدي تكون للبنيين، كلمة نعمة، كلمة الله، كلمة بني، تزرع الخيط، تزرع الرجا، بقلوم الناس. شو يعني أنا ألبس يسوع؟ يعني أنا أتصرف متل ما أتصرف يسوع. نعم، يعني إذا بدنا نعمل ركاب على ثلاث حلقات، ثلاث أجزاء من الصوم، فينا نقول إنه ما فينا نبرر لحالنا أصوام على زوقنا، الكنيسة وضعت نزام صوم، اللي هو عدى الجبن، الأجبان، البياض طبعا واللحوم، وبوقت للظهر، بنرجع فينا نفطر. فينا نعيش السماء على الأرض، وهي بالاختلاق، بالصلوات، المشاركة بصلوات المسائية بالكنيسة يوميا في رتب عديدة. نقرأ الكتاب المؤدس. نقرأ الكتاب المؤدس يوميا. كمان ننتبه على شو بدنا نحكي ويكون. قرأ مع عائلتي جوش. فقط مع العائلة طبعا. إذا أنا مجوز. نعم. بدأ جيب مرتي ولدي ونقعه نقرأ. إيه يا سوء لك شو هم عم يحكي بابا؟ تعه نخبر عائلتي. أولادنا. ونكون كمان عم ننتبه على تصرفاتنا. نكون عم نعمل أعمال خير اللي عم نوفرهم من اللي كنا نظهر فيهم ونصهر فيهم ونمتع أجسادنا فيهم. نكون عم نجمعهم لحتى نقدمهم لأخوتنا المحتاجين. فيما عشو سواني؟ معك عشو سواني. هل أنت هلأ عم توصف السماء؟ نعم. إذا قدرت يا إنسان تعمل هول أساس، تخيل بس تخلص السم أنت كيف حتكون. أنا بدي أنهي حلقتنا كمان اللي حضرتك كتبته. أصوم عودة بعد اغتراب، شوق إلى حضن الآب، عودة إلى الزات، دموع توبة كمان نسينا التوبة والاعتراف. أصوم فأغفر لنفسي أولاً، أصوم لأصغر لأنمو مع يسوع، أصوم لأتحرر. و الله معكم. لأننا إلى الآبات رحمته آليلوية اللون رحمته بخير 聲 اشتركوا في القناة